هذا الفيديو برعاية لعبة فاركراي فايف هؤلاء الذين يحاولون لعبة فاركراي فايف هؤلاء الذين يحاولون لعبة فاركراي فايف عبارة عن خمسة العاب نتمنى يكون لها ريماستر او ريميك وهذه العاب فقط على البلايستيشن اخترنا البلايستيشن لان منصة صراحة كانت في العاب كثيرة جدا ممتازة فراح يكون فقط بلايستيشن وما رح اذكر العاب مثلا متل غير والسايلنت هيل والاشياء المشهورة هذي بالعكس اخترت ان اختر العاب ما احد لمسها او ما احد فكر انه يجيب لها ريميك لكن معانا في ناس كثير يتمنونها خلنا نبدأ الحلقة معاكم في هذه الشيئ اول لعبة معانا هي لعبة سايفون فلتر طبعا اللي معرف لعبة سايفون فلتر هي لعبة تجسس مع اكشن مثل متل غير بس في فروقات انها في هذه اللعبة القصة تكون مختلفة طبعا غير متل غير واللعب اكثر اكشن ممتل غير والميز اللعبة كان طبعا انا مزاكت لواحد لعب اللعب بيفهمش اقول سلاح التايزر اللي هو سلاح الكهرب اللي يعتبر تطلق تطلق الزرب يعني يطلع لك زي الحبل والحبل هذا حطه علىي عدو تقعد تشوي تكهربة لما يموت كان جدا ممتع صراحة و اهلا شئ لما يكون عدو فوق تكهربة بعد انه يطيع من فوق يموت كم الموتزة طبعا لعبة هذي زي ما قلت لكم كانت جدا ممتعة وكان فيها افكار حلوة قصة حلوة ونتمنى يكون لها رجعة يا ريماستر يا ريميك ثاني لعبة معانا هي واحدة من افضل لعب السيارات اللي صراحة ناس كثير يشهدون انها خنقل وضعت اسس في لعب السيارات اللي جات بعدها خاصة نظام المطاردة اللعبة تكلام عنها هي لعبة درايبر درايبر واحدة من اللعاب اللي كانت فيها حاجة مميزة بحيث انه انت عندك مهمة ولازم تروح من نقطة اي الى نقطة بي لكن عساس توصل نقطة بي بيجونك دوريات بيجونك ناس يعني بتصير مشاكل كثيرة والدورية بيكون انتحاري بشكل يخوف بحيث انه يصدمك ويحاول يخليك تسوي حادث همشي انه انت ما توصل هناك اللعبة كان فيها صعوبة ممتازة تحكم كفيها مرة ممتاز وكانت جدا يعني لعبة من افضل لعب السيارات اللعبناها لنتمنى كلها ايضا رجع وثلاث اللعبة معنا ايضا سلسلة محبوبة وسلسلة وقتها كانت جدا معروفة واشتهرت بجيل البايستيشن اللعبة هذه لعبة ليقيسي أوف كين سول ريفر طبعا اللعبة هذه فكرتها انك قاعد تلعب واحد من المصصين دماء اسمه رازييل وكان فيه واحد اسمه كين اللي هو الملك حق المصصين دماء غار منه قطع جناحة وقطع في الأبس أو خنقول الفوها بعدين هناك رازييل صار يقدر يسحب الأرواح ويشفطها ويناك تبدأ القصة اللعبة هذه كان جدا مميزة كان فيها الغاز ممتازة وكان فيها حوارات وتدثيل صوتي جدا ممتاز يعني تقدر تقارن بها في الأمريكي المشهور من حتى الأصوات وكان في مثلين مشهورين أبن في الأصوات فأيضا نتمنى لها تكون لها رجعة جزء جديد أو خنقول ريميك أفضل ولعبة الرابعة معنا أيضا لعبة محبوبة وكانت مشهورة جدا في جيل البلاستيشن وهي لاستعرضت طريقة اللعب وخنقول استفادت أكثر شيء من طريقة اللعب في يد البلاستيشن الأنالوج وقتها الحاجة جديدة كانت لعبة Ape Escape Ape Escape عبارة عن تلعب بولد يستخدم اختراعات واحد عبقري بحيث أنك تصيد قروت طبعا نميزتها شيء أن كل قرد لها لغزة معينة تصيدة وطبعا اشتهر كثير أيضا أن لا علاقة في مثل غير بحيث أن القرود هذي جات في لعاب مثل غير ومثل غير جاب في لعاب القرود فكان جدا ممتع نتمنى كلها ريميك للجزء الأول ويبدون يكملون السلسلة وأخلا بمعانا هي واحدة من العاب الأربي جي المميزة وأكثر شيء مميزة طبعا القصة الملحمية حقتها وأيضا السلوب القتال السلوب القتال وقتها كان حال جديد جدا على ألعاب الأربي جي اليابانية أقرب شيء لها وقتها كانت لعبة فول اوت 2 من ناحية الجيم بلاي فقط وهو نظام أنك تركز على الليمبس أو تركز على الأعضاء اللي في الجسم مثلا الطق يد واحد تشل إياها إذا طقيت ليد واحد باللعبة هذه رح تنقص الأتاك حقه مثلا أو الطق الدر حقه تنقص الديفنس أو الطق الراس حقه فيه أشياء كثيرة اللعبة فيها صراحة وكانت فيها أيضا الغاز حلوة وكان فيها الحوارات جدا ممتازة واحد من أفضل عاب صراحة اللعبته من الأربي جي وكلنا طبعا أمتكد كل عاشق الأربي جي يعرف اللعبة هذه ويتمنى أن يكون لها رجعة وأنا أتمنى أن يكون لها رجعة أيضا عساس حتى لملعبها يعرف إيش كانت فاقنا ستوري وكيف كانت اللعبة هذه وقتها سابقا جيلا وهذه كانت الخمسة ألعاب بلكننا نتمنى لها تكسير لها ريميك أو ريماستر أنا عارف أن هناك ألعاب ثانية كثيرة ما ذكرتها ما رح أذكرها حين لنا احتمال إن شاء الله نسوي جزء ثاني لها إذا عجبكم أعطونا لايكات وليما يشترك بقناة يشترك هنشوف فيديوات رهيبة مثل كذا وأيضا إذا عندكم برضو ألعاب اذكروها تحت ومثل ما أقول لكم مرة ثانية عيد وكرر ما حطيت هرزينت إيفل ولا متل غير إن شاء الله يبدون يسول كما معكم بعد الشيحة ما سأل